اعزائي طلبة وطالبات الصف استادس الابتدائي اهلا بكم في فيديو جيد من فيديوهات المقرر لهذا العام وهنتكلم مع بعض في هذا الفيديو عن درس كسوف الشمس عارفين كلنا سنة ستة ان القمر تابع يدور حول الارض في مدار محدد والارض كوكب مثل باقي الكواكب تدور مع هذا القمر في مدار محدد ايضا حول الشمس وان الكون كله في حالة حركة مستمرة ولكن بيكون هناك وقت معين في السنة بيحدث ان يقع الثلاث اجرام على استقامة واحدة او على خط مستقيم واحد وهم القمر والارض والشمس وكسوف الشمس وظاهرة فلكية تحدث عندما يقع القمر بين الارض والشمس على استقامة واحدة تقريبا وهذه ظاهرة تحدث كل عشرين سنة تقريبا هيبقى القمر بيدور حول الارض والارض بتدور حول الشمس ونتيجة اختلاف سرعة دوران كل منهم يعني سرعة دوران القمر حول الارض تختلف عن سرعة دوران الارض حول الشمس ينشأ في وقت معين من العام او من السنة ان يكون الثلاثة على استقامة واحدة ويكون القمر بين الارض والشمس كيف يحدث كسوف الشمس؟ تحدث هذه الظاهرة عندما تقع الارض والقمر والشمس على استقامة واحدة تقريبا زي ما قولنا قبل كده ولكن يقع القمر في المنتصف والقمر جسم معتم يعكس ضوء الشمس السقط عليه زي ما خدناه قبل كده فيتكون له ظل فهذا الظل يحجب ضوء الشمس عن جزء من الارض يبقى القمر جسم معتم يقع بين الشمس والارض فيمنع وصول ضوء الشمس عن جزء من الارض وفي منطقة الكسوف نرى قرس القمر المظلم يعبر قرس الشمس المضيء يبقى مش كل سكان الارض بتتأثر بظاهرة الكسوف الا في منطقة التي يحجب فيها القمر ضوء الشمس عن الارض فتتكون منطقة الظل لان الظل يسير في خطوط مستقيمة ووجود جسم معتم او عائق في مصار الظل وهو القمر يكون له ظل ما هي منطقة الظل الحقيقي هي منطقة طبعا مظلمة لا يصل اليها الضوء نتيجة لاعتراض جسم معتم مصار الأشعة الضوئية والجسم المعتم معين هنا هو مين هو القمر ونتيجة لهذه الظاهرة تتكون منطقة اخرى وهي منطقة شبه الظل هي منطقة شبه مضيئة تقع بين المنطقة المضيئة ومنطقة الظل ونرى فيها جزء من أشعة ضوء الشمس ودي صورة بتبين لنا ظاهرة الكسوف ومنطقة الظل ومنطقة شبه الظل ووقوع القمر في المنتصف بين الشمس والأرض ولكسوف الشمسي أنواع أنواع الكسوف تختلف تبعا لحركة القمر أمام قرص الشمس حسب حجم الجزء الذي يحجبه أو يمنعه القمر من ضوء الشمس عن الأرض وبناء عليه يوجد ثلاث أنواع من الكسوف أولها الكسوف الكلي الكسوف الكلي معناها إيه؟ إن سكان الأرض في هذه المنطقة لا يرون ضوء الشمس كليا فهذه المنطقة قطرها قدئين من الأرض 250 كم لا تشاهد الشمس كليا وتبدو الشمس كقرص أسود مظلم تماما وذلك في منطقة الكسوف الكلي النوع الثاني هو الكسوف الجزئي في منطقة شبه الظل القمر على الأرض حيث يشاهد سكان الأرض جزءا من ضوء الشمس وتبدو الشمس كقرص مضيء نقص في منطقة شبه الظل الكسوف الحلقي الكسوف الحلقي يتكون في منطقة امتداد مخروط ظل القمر على الأرض حيث يدور القمر في مدار بيضاوي حول الأرض ولا يصل مخروط الظل لسطح الأرض فيكون القمر في مدار أعلى بالنسبة للأرض فيتكون الكسوف الحلقي وفي هذه الحالة تبدو الشمس كقرص أسود محاض بحلقة مضيئة نظرا لوقوع الأرض القمر في مدار أعلى بالنسبة للأرض وإليكم بعض التعليلات الهمة اللي احنا لازم نذكرها ونحفظها علل لا نستطيع رؤية الشمس تماما في حالة الكسوف الكلي وذلك لأن القمر يحجب كل ضوء الشمس عن سطح الأرض في منطقة الكسوف الكلي أو منطقة الظل علل نرى جزءا من الشمس في حالة الكسوف الجزئي لأن القمر يحجب جزءا من ضوء الشمس عن سطح الأرض يحدث كسوف حلقي عندما يقع القمر في مدار أعلى بالنسبة للأرض حيث لا يصل مخروض زل القمر إلى سطح الأرض وذلك لأن القمر يدور في مدار بيضاوي حول الأرض وللنظر لكسوف الشمس احتياطات خاصة لابد النظر إليها عند ملاحظة الكسوف نظرا لأن ضوء الشمس يكون مركز تماما ولا يجب النظر لضوء الشمس مباشرة بل يجب ارتداء نظارات خاصة لأن أشعة الشمس بتكون مركزة في حالة الكسوف وتكون مؤذية إلى درجة كبيرة قد تذهب بالبصر وذلك لأنها تطلق أشعة ضارة مثل الأشعة فوق قلب نفسجي وكده نكون انتهينا من ظاهرة الكسوف أرجو أنكم تكونوا استفدتم معنا وإلى اللقاء في فيديو الخصوف بإذن الله اشتركوا في القناة